مرحلة المراهقة حب الشباب تدخل فيه مجموعة من العوامل كان واحد جشة العوامل اللي هما رئيسيين العامل الأول هو العامل الوراثي بحيث أن الدراسات الحديثة كدات وجود واحد جشة الأنواع ديال الجينات اللي تتحكم في ظهور بطور ديال حب الشباب العامل الثاني والعامل الأهم هو العامل الهرموني بحيث أن الزندروجين اللي هما التسوستيرون اللي تتحكم في الزندروجين اللي تتففز المواد الدهنية على مستوى الجلد الواجه الكتف الصادر والدهر الشيء اللي كيدي إلى انسداد المسام وبتالي ظهور البطور كنعرفوه بالمعاينة السريرية كلينيك موت سنلقى واحد جوج ديال أنواع ديال بطور كيل البطور اللي تتكون على مستوى الجلد اللي تتقدر تكون حمراء وكيل البطور اللي تتكون بقيها اللي كتعرض للتعفونات وكتظهر على شكل بطور راس ديالها بيض أما النوع الثاني فهو البطور اللي تتكون تحت الجلد تهي فيها جوج ديال أنواع كين رؤوس البيضاء اللي كتسمى لي ميكروكيس ورؤوس السوداء اللي كتسمى لي بوانوار العلاج كين مراهيم اللي كنوضعوها مراهيم موضعية وكين العلاجات اللي كتخاد عن طريق الفم العلاجات الموضعية أو المراهيم تهي فيها ثلاثة الأنواع كين مراهيم اللي كتعمل على تقشير البشرة بالتالي كتخلص نعم البطور اللي تتكون تحت الجلد اللي هي رؤوس البيضاء ورؤوس السوداء كين مراهيم اللي عندها مفعول مضاد الالتهاب كنصح بها الناس اللي عندهم بطور اللي هي تتكون حمراء اللي تتكون من السهبة وكين واحد النوع ديال مراهيم تتحمل المضادة الحيوية الموضعية واللي ما بقناش كنستعملوها لأنها كتساهم تكاثر البكتيريا على مستوى الوجه بنسبة العلاجات اللي كتخاد عن طريق الفم فهي تتنقاس من ثلاثة كذلك كين المضادات الحيوية اللي كنعطوها لأنه عندها مفعول مضاد الالتهاب كين الهومونات اللي كنعطوهم خاصة عن السيدات وكين واحد العلاج ثالث اللي ضهف في السنوات الأخيرة واللي يثبت الفعالية دياله خاصة اللي تتكون الفورم سيفر ديال الكني وهو ما اللي كنسميوهم لزوت خيتينوين فالفعول ديالهم هو أنهم تنقصوا من الإفرازات الدهنية تنقصوا من النشاط ديال 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 الهودة اللي كنسميوها لغلاند بيلو سيباسي ديال تسكون على مستوى البشرة بالتالي كنحصلوا على واحد الجفاف في البشرة هذا الجفاف هذا مهم باش ما كيتكونش هادك الدهنيات ما كيتعودوش يتسدو المسام وبالتالي ما كنعودوش نحصلو ما كنعودوش يكونوا البطور النصائح اللي قدر نعطيها الناس اللي كيعانيون هاد المشكلة ديال الحب شباب أولا يتفادوا ما أمكن ما يلقيسوهم لأن من يتلقيسوهم كي يساهموا في ظهور هادوك الندبات اللي هما اللي يتخاص ثاني حاجة يحاولوا ما أمكن ما يتعودوش الأشياء على الشمس لأنك ما كتعافوا هاد الدوين هادوك كسس وهادوك المراهم اللي كتدعو اللي كنبخيمة اللي كناخدوه عن طريق الفم فهما أدوية اللي ما كتبريش الشمس اللي ما كتتسوالمش مع أشياء الشمس وثاني حاجة لأن هادوك الحبيبات اللي تيكونوا ملتهبين اللي تيكونوا حمرين فاش كنعرضوهم الأشياء على الشمس فهما أوتوماتيك موت يخليوا لنا بوقع داكينة كيبانوا لنا تصبغات في الجلب وبالتالي كيصعب العلاج ديالهم بعد ذلك حاجة الثالثة اللي كنبكز عليها هي مسألات النظافة فمن الأساسيات ديالعلاج أننا نضف البشرة ديالنا نخلصوها من دوك الشوائب نخلصوها من دوك الدهنيات من داك الدسم اللي كيصد المسام تقشر تقشر ولا تنظيف ديالبشرة اللي كنديرو في العيادات عن طبيب مختص فهي كذلك مهمة لأنك تحيد لنا دوك الطبقات السطحية دوك الخلايا الميتة اللي كتعاود كتسب المسام وكذلك تتحيد هادوك البطور رؤوس البيضاء اللي ستكون تحت من الجينز حاجة رابعة هي ميكاپ ماكياج دونك السيدات اللي كيدرقوا هادوك البقاء اللي كيدرقوا هادوك الحبيبات اللي تكون حمرين تيدرقوهم بلي فندوتان فكنزحوهم أنهم يتفادوا ما أمكان ما يديروش هادو فندوتان هادو اللي كانت قدرون تحكموه بسهولة بعد الاستشارات الطبيب مختص وشكراً